أكثر من مليوني نازح لا يزالون هائمين في أسقاع العراق بالرغم من مضي أشهر على أعلان الحكومة في بغداد هزيمة تنظيم الدولة وقد أجبر أكثر من تسعة آلاف نازح من هؤلاء على العودة من مخيمات نزحهم إلى منازلهم المدمرة في محافظة الأنبار بين شهري تشرين الثاني وكانوا الأول عام 2017 كما أمر نازحون آخرون في بغداد بالعودة إلى منازلهم عواقب جسيمة لهذه العودة القسرية للنازحين إلى مناطقهم غير المؤهلة للحياة حذرت منها منظمات إنسانية مجتمعة وهي المجلسان النرويجي والدنماركي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية في تقرير بعنوان الطريق الطويل للعودة إلى الديار نشرته هذه المؤسسات المهتمة باللاجئين وبحسب التقرير الذي يشمل مقابلات مع أشخاص يقتنون في مخيمات النزوح في الأنبار فأن 84% يشعرون بأنهم في أمان في مخيمات النزوح أكثر مما هم في منازلهم و1% فقط هم على علم بأن منازلهم تصلح للعودة إليها وأكثر من 50% قالوا إن منازلهم تضررت أو دمرت كلياً و16% حاولوا العودة ولم يسمح لهم ووجدت تقرير أيضاً أن واحداً من كل خمسة أشخاص على الأقل طردوا من مخيم كيلو 18 في الأنبار وعادوا إلى هذا المخيم بعد مواجهة التهديدات والعقاب في مناطقهم الأصلية المجلس النرويجي قال على لسان مجيره بيتر كوستوهريز إنه لا يمكن أن يكون هناك أي أمل في إحلال السلام في العراق ما لم تتمكن السلطات فيه من ضمان عودة الناس إلى بيوتهم بسلام بدورها مجيرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في العراق ويندي توبر قالت إن خطراً حقيقياً يتمثل في رؤية المزيد من الناس يجبرون على العودة إلى ديارهم قبل أن تكون آمنة وبالنسبة لأولئك الذين لا يريدون العودة إلى ديارهم فإنهم بحاجة إلى دعم مستمر في المخيمات ومساعدة على الاندماج والاستقرار أما المجلس الدنمركي للاجئين فقد دعا على لسان مجيره إيان داوس إلى وقف ما وصفها بدورة النزوح في العراق إذا لم تتم عملية إعادة النازحين بشكل صحيح يؤدي إلى حلول دائمة محذراً من استمرار النزوح وانعكاسته السلبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر